صباح الخير مشاهدينا برحب فيكم بحلقة اليوم من برنامج الحدث وبيسرني أني رحب بضيفنا في هذه الحلقة المهندس البيئي زياد أبي شاكر الاختصاصي في معالجة النفايات الصلبة صباح الخير أهل أحسنة فيك أستاذ زياد بدشير أنه اليوم حلقتنا رح تكون من قسمة إلى قسمين نقسم مع حضرتك لحتى نحكي بموضوع المحارق وخطر المحارق يعني كما يقال البعض بيشوف أنه إلى إيجابيات رح نحكي بالإيجابيات إذا ما وجدت برأيك والسلبيات الواقع اللبناني لأي مدى ممكن أن تتناسب معه المحارق كحل لأزمة النفايات بكل التفاصيل بالقسم الثاني من هذه الحلقة رح يكون ضيفنا دكتور ناجئ دايح مستشار جرين أريا وأيضا متخصص في شؤون البيئية ورح يكون عنوان المحور الثاني تلوث مياه البحر في لبنان قبل دخول بكل التفاصيل مع حضرتك المهندس البيئي زياد أبي شاكر تسمح لأنتقل زملتنا ميشا أو إلى حين جهوز ميشا خلينا أخذ منك كلمة أولية يعني ببداية هذه الحلقة رايحين على المحارق خلاص؟ متل ما ماشي الأمور ومتل ما تم بالليجانة نبي المشتركة مؤخرا يعني إقرار اقتراح قانون معالجة أنفايات الصلبة برأيك؟ لا الأنون ما بينص بطريقة صريحة أنه فيكن أنه اعتمدنا المحارق بطريقة غير صريحة غير مباشرة الأنون شوية فطفاض يعني فيهم يفسروا بكتير بكتير طرق لا أظن لا يعني ما رح في مشكلة الموقع يعني اليوم بعتقد ما في ولا سياسة في لبنان اليوم قادر يبيع فكرة المحرقة لمنطقته رح تكون مكلفة كتير بس نفس الشي بالمطامر كمان ما هني عم بيقولوا أنه بدنا نروع على المحارق لأنه بالنهاية كمانا المطامر عم تكون مرفوضة ما أدروا ما أدروا ما أدروا ما أدروا ما أدروا ما يقبل لكون فيه مطمر بمنطقته بس ما أحدا عم يقبل بقى نعمل خطة فرز ومراكز فرز وتخمير ومع أنه فيه تجارب كتير ناشحة وصار إلا عشرات السنين عم تشتغل بمختلف ضيع في لبنان ما حدا عم يقبل نعمل هالخطة المركزية باعتماد اللامركزية وحاجة نجمع كل زبالة نص البلد ونحطه نفرد نقطة أصلا سبق وعملنا مع حضرتك حلقة مفصلة كيف ممكن أن نعالج أزمة النفايات في لبنان نتبين من خلال هذه الحلقة أنه كتير الأمور بسيطة وهيني وغير مكلفة حتى يعني لا للدولة ولا للمواطن لبناني ليس بس غير مكلفة رح بتكون منتجة يعني رح بتكون مكلفة بالأول تندفع حقها البنية الصناعية اللي بدنا نحطها ويلي صار تقريبا ثلاثة رباعة موجود أو نصة موجودة ما نكون كتير رح عمل بالغ بس هاي دي رح تحفز الاقتصاد وروح تخلق وظايف كتير يعني نعم منتعجب أنه كيف فيه سياسيين اليوم يلي هن عايشين من وراء الأصوات مظبوط يوم السياسية شو بيهمه يكسب أكبر عدد ممكن من أصوات المنتخبين لما هالسياسي هيدا بيقارب ملف النفايات من واجهة أنه اخلق وظايف وحفز الاقتصاد المحلي بدون ما يكون عم ضر الناس بعتقد حتى أخصامه اليوم بيصيروا ينتخبوه نعم إذن سندخل بتفصيل هذا الحديث مع حضرتك ولكن ننتقل بهالأثناء للزميلة ميشا التي توفينا بموجز لآخر وأهم الأخبار صباح الخير أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وإصابة 220 منهم 90 تم علاجهم ميدانيا وذلك خلال مشاركتهم في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة وقال الناتق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن الشاب أحمد يحيى عطالة ياغي البالغ من العمر 25 عاما قد استشهد برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة خلال مشاركته في جمعة الوفاء لشهداء القدس الشهيد محمد طارق يوسف وشارك الألاف في المسيرات التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار للجمعة التاسعة عشرة على التوالي في مختلف المناطق الشرقية على حدود غزة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراضه سفينة النثانيا لناشطين ضد الحصار قبالة سواح الغزة وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أعلنت عن اقتراب سفينة النشطاء السويدية حرية على مسافة 40 ميلا بحريا من القطاع وحمل زاهر براوي رئيس اللجنة الدولية الإسرائيليين المسئولية عن سلامة المتضامنين الدوليين على متن السفينة والتي تحمل اسم حرية وعلى متنها 12 ناشطا دوليا أغلبهم من السويد وكانت بحرية الاحتلال أعلنت في وقت متأخر من الشهر الماضي عن اعتراض سفينة تحمل عالم الناروج كانت تسعى إلى الوصول لقطاع غزة وكان على متن السفينة نشطاء يريدون إيصال مساعدات طبية إلى القطاع طالب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بضرورة التمييز الواضح بين مهمتين القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك في مرتفعات الجولان أندوف والشرطة العسكرية الروسية وأشار حق إلى أنه بموجب الاتفاق الموقع في العام 1974 والبروتوكول فإن قوات الأندوف تتشكل من ممثلين عن الجهات الموقعة على الاتفاق وليست من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وأشدد فرحان حق على أن الأولوية بالنسبة إلى الأندوف الآن هي توفير الوصول إلى القنيطرة للجانبين السوري والإسرائيلي في أقرب وقت ممكن بحسب ما تسمح به الظروف وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف تتعاون الأندوف مع العسكريين السوريين والإسرائيليين على حد سواء عبر وساطة كبير المندوبين السوريين وممثل عن الإسرائيليين وذلك حتى زمن بدء تنفيذ دوريات في المنطقة احتجاجا على ازدياد أعمال العنف في مدينة شيكاغو الأمريكية وسعيا للفت الانتباه إلى تزايد أعمال العنف منذ سنوات في الجزء الجنوبي من المدينة نظم حوالي ألف شخص تظاهر قبل المباراة بين فريق شيكاغو كابس وساندييغو وأقام المتظاهرون بإغلاق الطريق السحلي لبحيرة ميشيغن أمام حركة المرور في الجزء الشمالي من المدينة والذي يعتبر آمنا نسبيا وانتهت التظاهر أمام الملعب العائد إلى فريق شيكاغو كابس وسط تدابير أمنية مكثفة وطالب المتظاهرون باستقالة عمدة شيكاغو وتهموه بعدب التمكن من محاربة أعمال العنف المتزايد بشكل كبير وردد المتظاهرون هتفات مثل حياة السود هي أيضا ذات قيمة ويجب أن يذهب رام إمانويل ولا عدالة ولا سلام كما حمل المتظاهرون صورا وأسماء ضحايا الهجمات المسلحة في المدينة ختام الموجة شكرا للمتابعة عودة إلى كاترين وضيفها شكرا للميشا برحب فيكم من جديد مشاهدينا ورحب من جديد بضيفنا في هذه الحلقة المهندس البيئة والاقتصاصي في معالجة أنفياة الصلبة زياد بشكل أهل وسطرافيك المجديد أستاذ زياد وبذكر أنه بها المحور من الحلقة نحن نحكي عن المحارق وبالمحور الآخر مع ضيفنا دكتور ناجي قديح سنكون نحكي عن تلوث مياه البحر في لبنان أولا التلي بالبداية وبالمقدمة أنه اقتراح القانون الذي تمت مناقشته وإقراره بليجانة يبيه المشتركة مؤخرا لا يتحدث بشكل صريح عن المحارق وإنما قامت لأيامه من بعد ذلك الاجتماع لليجانة يبيه المشتركة وأكتار من الخبراء اعتبروا أنه هذا يعني بشكل غير مباشر أنه سنذهب حكما إلى خيار المحارق لمعالجة أزمة النفايات لماذا؟ الأنون يعني بصياغته كيف هو معمول وهيك قلتلك فطفاض شوي ترك يعني عمل مثل شبه لمركزية أنه صارت كل منطقة والبلدية صار عندها كل عمرة البلدية كان عندها هي الدور بمعالجة النفايات هذا الدور صلب منهم بالعشرين سنة الماضية وأموالهم كمانا اتخذت من صندوق البلد المستقل بدون ما يرجعوا لهم لقالهم صاروا يخصموا لهم شو بيلموا نفايات حتى بدون فوتير وهون فيه لغة قانونة كتير كبيرة أنه يمكن كل اللي نعمل من العشرين سنة هو غير قانوني لأنه أبضوا مصاري من البلديات بدون فوتير بدون موجب فوتير بدون موافقة المجلس البلدي يعني هذي فيه علي فيه علي يوم فيه كتير قانونيين عم يشتغلوا على هال هالنقطة بالزيد بس ليش اعتبروا بما أنه القانون ما حدد وكان شوية فلكسيبل وبما أنه وحكم عن نواية في نانور شوية فيه كان فيه شوية حكم عن نواية اليوم مشكلة المحرقة يلي بدوا يحط المحرقة هي الناس يعني اليوم فيه كان تجربة بدهور شوير كانت كانت فاشلة لأنه الناس ما قبلتها عنا مشكلة تانية كمان هل تراكم الفشل بمعالجة النفايات خلق عدم ثقة عند الناس يعني اليوم فيك تقولي أنا جاي بشي تقنية بعد يمكن ما في مننا بالكون ما بقى حدا يقتنع الله وكي ما بقى حدا عنده سأة بحدا بس خلنا نحكي علميا هل صحيح أنه خيار المحارق لا يجوز أن يتم اعتماده في لبنان ولماذا مش لا يجوز بس هو صعب اعتماده وين الصعوبة الصعوبة هي بتكوينة نفايات لبنان بتكوينة نفايات لبنان الجزء الأكبر مننا اللي هو أكتر من نصة بالوزن هو مواد عضوية تعفين نحن مجتمع شرقي متوسطي منطبخ كل شيء نعم يعني أكل يعني عنا بقايا بقايا أكل بقايا الأكل بتكوينها هي 80% من وزنها ماء يعني اليوم بتاخده إشر البطيخ والبقدونس هي طبع البقدونس والبنادورة ما هذي كلها مياه كلها مياه يعني إذا بتنشفيها كلها سوا ما بيطلق إذا بتاخده كيلو بقايا أكل وبتنشفيه بالمرة بيضل لك تقريبا شي 250 جرام مواد صلبة وعندك 750 يعني 75% إلى 80% من وزنه هو ماء نعم فإذا لما بدي أجي ولعون هولي أنا ما بيولعوا يعني هولي بدي حطلهم طاقة المشكلة وين الطرح الاستشارة الأجنبي اللي كان عم بي لأنه هن ببلادهم هيك بيعملوا كمان أنه حطوا المواد البلاستيك والورق هيده بس بتنحط بالمحرقة يعني أنه بدل ما تعملو لهم عفوا سوري بأوروبا ممنوع بالمحارق اللي هيدا ممنوع تحرق مواد قبل للتدوير أوكي يعني هن بيعتبروا أنه إذا في مصانع لمعالجة أنينة الماء فإذا هيدا عم تخلق وظائف وعم تخلق حركة اقتصادية أنا ممنوع شيلة من درب هيدا ما تهمنا منك سابقا أنه كله قابل بالنهاية لإعادة التدوير بشكل ما يعني شو بيبقى طيب تعالي نحط بالمحرقة يعني إذا البلاستيك والإزاز وكل هالمواد والحديد الحديد والإزاز ما بيفوت على المحرقة إنه كله في نقفين عن رجعة طيب إذن يعني شو هي النفايات يلي ممكن تكون يعني توضع بمحرقة لحتى تحرق أنا شخصيا يعني أنا من كل الأبحاث والشغل اللي إلي تقريبا شي سبع وعشرين سنة بعمله نحنا وصلنا لمرحلة إنه إذا بتعطينا كميون نفايات منزلية نحنا منا بحاجة لا لا نحرق ولا لا نحرق من شو ما كان مقالفة هالنفايات؟ نفايات منزلية منزلية شو أصدق فيها يكون فيها بلاستيك وأزاز أكيد أكيد يعني زبالة المطبخ وزبالة البيت يعني ما عم نحكي نفايات تطبيقية نعم نفايات المستشفيات والمعامل نعم نعم فأذن وبعدين لكي كاترين اليوم اعتمدوا المحارق بأوروبا من خمسين سنة يعني طلع عندهم مشكل قالوا كيف بدنا كيف بدنا نحلوا بأسرع طريقة ممكنة ما كتير بيعلوا مثل ما نحنا منعل دونك إلا تقنية المحارق تقريبا شي خمسين سنة عم يشتغلوا فيها هلأ لما رحنا شفناهم مش من زمان وعم نتابع كتير بأي دول يعني تحديدا خلينا نحكي بدول الأوروبية وحتى بأمريكا كلهم بيعتمدوا محارق؟ عندهم بأوروبا في كتير محارق بس يلي إلا خمسين سنة عم تشتغل بس شو عم بيعملوا هلأ هلأ كلهم حطوا خطط يا خمسية يا عشرية إنه نحنا مثلاً ألمانيا قالت نحنا بسنة الفين وخمسين ما بقى رح منكب شي هلأ رح منحط الخطط طبعنا كلها ممنوع بقى نحرق مواد بلاستيكية قابلة للتدوير مفروض صناعاتنا تطور تقنيات جديدة لمعالجة أكيس النيلون والبلاستيك الأحادي للإستعمال يعني اليوم سوري هالكبيت الماي البلاستيك يعني هاي دي منا شي نووي يعني منا قدرين نرجع نعمله معالجة أو إعادة تدوير فإذا نقعدوا وحطوا خطط وكل هالحكومات هلأ حطة مثل أهداف إنه نحنا بدنا نوصل إلى هل أدى نسبة معالجة وتدوير وهيدا لأنه بدنا نوقف المحارق طبعنا كلها يعني عم بيعملوا شي بيسموه بالإنجليزة نعم عم بيطلعوا من خيار المحارق شوي شوي مية بالمية هلأ فإذا نحنا اليوم يمكن تقليلي ما عنا يمكن كلها التقنيات المتقدمة بس نحنا اليوم نفاياتنا هيني لدرجة إنه إذا غيرنا شوي بالخطة مشكلتنا الكبيرة باللبنين أكبر مشكلة عنا إياها بمعالجة النفايات نجمعها بكميين ضغطة لما نحطها زبالة بالكميونو نضغطها نصير نكبسها نكبسها ليش لأنه نحنا معتمدين مطمر بعيد يعني أنا اليوم بيطلعوا على فرية بلمو زبالة بدوا ينزلها على برش حمود فإذا هو بدوا يكبسها ويضغطها لحتى يقدر يلم أكبر عدد ممكن من هالنفاية نقلي واحدة يعني نعم لما بتعملي هالشي هيدا ما بقى فيك تستفيد منها ليه بيتخمروا فوق بعضهم يعني ما بيتخمروا بيتكسروا بيتكسروا لإزاز بيتكسر لإزاز التنك بيتطعوش إذا عندك حدا كابب شوية شيء بالطريقة سلولير أو شيء وفقشيت المواد المعادن التقيلة فيها بتنزل مع الأكل إذا عملتي كومبوس صار عندي كومبوس سيء النوعية فإذا لما بنعتمد لا مركزية يلي هيدا القنون الجديد رح يسمح فيها مني بحاجة بقى لهالكميين الضغطة لأنه ستقدر أعمل مراكز أنا قريبة من مراكز إنتاج هالنفاية هيدا فإذا أنا اليوم بدلما زقز بالي من فرية تقول على برش حمول صار فيني أعمل معمل يمكن بمنطقة وسط كسروين جيب الجرد وجيب قصم الوسط بكميين عادي لما بتقول معمل يعني ولا مركزية يعني بكل منطقة رح يكون فيه هيدا المعمل اللي عم تقول عنه ورح يكون فيه كمانا مطمر أو لا عم نجرب نتجنب المطمر عم نجرب نتجنب المطمر وشو يعني أنه نستفيد من كل النفايات نستفيد عم دحكي حصرا المنزلية يعني اليوم الخطة بتقول أنه نحن في لبنان 26 منطقة إدارية اللي هي 26 قضاء كل قضاء هو مسؤول عن نفاياته ممنوع قضاء ياخد نفاياته يكبع عند قضاء تاني إلا إذا هن بين بعضهم عملوا اتفاق واتفقوا على معمل واحد أو خطة واحدة بس أنه اليوم نرجع على منطق مطمر النعمة باعتقد هيدا ما بقى حدا رح يقبل فيها وشفت وقت الأزمة أنه ما حدا نقبل أنه يكون هو نعمة رقم اثنين يعني طلعوا على عكار وصلوا وبيعكار ما قبلوا وقلت لي أنه الاقتراح القانون يلي تم إقراره بهذا الاتجاه لا مركزية سمح سمح لا البلديات ولا اتحاد البلديات أن هي تقوم بهذا شي جيد هيدا شي جيد ليش قامت لأيامي على قضاء قامت لأيامي لأنه اعتبروا ضغري اعتبروا ضغري أنه بما أنكم عملتوا هيك صار اليوم كل مسؤول سياسي عن منطقة من منطقته أو هو عنده نفوذ بالمنطقة طبعه بده يعتبر الحل السحري يلي هو المحرقة ويلي هون الناس خايف وأنه في صفقات من وراها وما إلى ذلك في صفقات ما في صفقات دعا نحكي عن بيروت تحديدا الداعة بينحكي عن محرقة الكارانتين اللي بدأ يتم إنشاءها شو خطورة هيدا المحرقة وهل منحل نفايات بيروت كمان بدون هذه المحرقة حكينا بموضوع السئة أن الناس ما عندهم سئة تجي تحطي بعدين مشكلة بيروت أنه اليوم بيروت مدينة مقتزة مقتزة يعني نحنا اليوم إذا بتاخد الـ population density أو كسافة السكان بالكيلومتر المربع بيروت يمكن من أعلى مدينة بالبلاد العربية كسافة بالسكان وكل الأبنية حد بعضها لما كنا عم نعمل الوثائق كان فيه دكتور عصام لاقيس بالجامعة الأمريكية عمل سيميوليشن عن حركة الهوى عن حركة الهوى إذا حطينا هالمحرقة بمنطقة الكارانتينة نعم أوكي يعني جيبوا من الأقمار الإصطناعية اللي هي بتقيس حركة الهوى جيبوا حركة الهوى على سنة أوكي واجوا قالوا طيب إذا نحنا عنا حركة هوا على سنة هيكي وجينا عم نبس هالقد كمية دخان يلي بدأت بس هالمحرقة وين بدو يروح هالدخان لقى أنه ستين بالمية منه بدو يروح على برج حمود وثلاثين لأربعين بالمية منه بدو يروح على الأشرفية طيب اليوم وهيدا يعني أكيد فيه سي او دو هو ملوث جاريت فيه سي او دو سي او دو شوفي بقلبه هيدا شوفي بقلبه هيدا الهوى اللي هو يطلع لأ بس نكون كمان واضحين يعني هوا سام هيدا لحظة لحظة عم تحرق مواد فيها تطلع ديوكسينات وفيران يلي هني مسرطينين هلا عم بيقولوا هني طيب ما هالمحرقة انت شفت أنه فيه إلى ضوابط وفيه فليتر وفيه كذا وفيه كذا صحيح هلا اليوم هل عنا السقة أنه هالفليتر رح تتغير دوريا هالرماد السام رح يقبل حدا برا ياخده لأنه ليكي مثلا لقينا بالدنمارك دنمارك قد لبنان على أربع مرات بالمسيحة ما قبل ولا سياسة دنماركة ولا نايب ولا يعني عن منطقة معينة بالدنمارك فيه تقريبا شيء 28 محرقة كل الـ 28 بيصدروا الرماد المتطاير طبعهم على جزيرة غير آهلة بالنروج فيه هني according to the Basel Convention متفقين البلاد الأوروبية بين بعضهم أنهم يقدروا يبعثوا هالمواد الخطرة السامة اليوم نحنا منا متأكدين أنه لبنان رح يصدر هالرماد مش رح يصدر تنقول عنا نية نصدر أوكي تنقول عنا نية نصدر هالرماد يا هل ترى هل مقبول لبنان أنه يعني هل رح يسمحوننا نصدرهم إيه أم لا طيب وإذا ما صدرناهم وشو ممكن ينطمروا يعني كارسي إذا ما صدرناهم كارسي كارسي مثلا بألمانيا أنا رحت ع محرقة مدينة ميونخ بميونخ عندهم مناجم ملح قديمة يعني ما عيدوا عم يستثمروها بتنزل 700 متر تحت الأرض بيجيبوا الرماد السام تبع المحرقة تبعهم بيحطوه ببرميل بطون بيسكروها وما بيكتفوا أنه البطون لأنه البطون ما بي لأنه سمعت هوني أنه بدين حطوهم ببرميل بطون روح نحطهم بباركينج في محال بأرض للبلدية البطون منه إرميتيك على فكرة هؤلاء المواد فيهم يروحوا من البطون شو بيعملوا غير البطون تعرف أنه البطون بينش يعني كمانا هيدا بطريقة كتير مبسطة فإذا بألمانيا بيحطوهم بهالبرميل البطون وبينزلوا فيهم على المناجم 700 متر تحت الأرض هل قد خطرين مصرطنين مش خطرين مصرطنين نحن جبنا عينة من الرماد المتطاير معنا من الدنمارك وبعتناها على مختبر البيئة في الجامعة الأمريكية ما بيقدر يعمل ديوكسين لأنه من البلد بعده كمانا من مجهزين نحن بمختبرات للديوكسين إنما عملنا تحليل على الملوسات العضوية يلي موجودة هونيك لقيت إنه في بعض الملوسات بيعملوا تغير جيني بقلب يعني إذا لا سمح الله مرة حبلي تنفسي تهل رماد السام البابيه تبعه يمكن الكود جينيتيك تبعه يتغير يعني تشوهات خلقية مية بالمية فإذا ليش دايما عم نروح على الأصعب بينما الأهيان موجود تقنيته كلها موجودة تخلق وظائف تقريبا ألف مرة زيادة عن وظائف المحرقة ما بتلوسي وما بتضر العالم ورح تقدر تخلق وظائف وحركة اقتصادية أنا بدي أعطيك إجزامبل صغير وقت أبلشت مشكلة النفايات وهبت كلها العالم بدا تفرز نفاياتها بينخلق مصنعين جديد لأنين الماي شو بيعملوا فيهم يعني إذا أخدت له أنينة ماي فاضية هيدا المصنع شو بيعمل بيفرمها بيغسلها بنشفها وبكيسها بكياس كبيرة وبشحنعها تركية هول الشابة هول ماعملين لأنه نحن بنتعامل معهم معهم كونتريات ألف وخمسمائة طون بالشهر هل قد بيطلع بلاستيك لا لا هوليك الأتراك طلبوا منهم أنه إذا أنتوا بتأمنوا لنا ألف وخمسمائة طون بلاستيك فرم بلاستيك أنينة الماي مغسل ومنشف نحن بنشتريهم منكم بستمائة دولار طون لأشو بيحاولون هندياةhanol بيجاو بيعاملون خيطان هي هيدي بوليستر أوكي بيعاملون خيطان هنين البلاستيك بتحول لخيطان خيطان بوليستر نعم ايه بلاستيك هيدة اللي أنتي لابستي polymer واللي أنا لابسها فيا خيط بوليستر هيدا الخيط جاي من البلاستيك هيدا البلاستيك كان النيني هلأ صار تياب الجماعة هولي عم بحكيك هولي بس معملين بده 1500 طون من هالماد دي بالشهر تعافي قديش قدرين يعطوه جماعتنا مش عم يقدروا يوصلوا لل45 طون بالشهر وهو بده 1500 ليش كل قنانينا اليوم عم تروح تنكب بالمكب هل هم نرجع لموضوع الفرز من المنزل كاملا مش ضروري الفرز من المنزل أساسي بس منه إنه إذا ما عملنا فرز بالمنزل ما بقى فينا نعالج وين بينفرز بالمعامل بالمعامل بس ليش فينا نفرزهم بالمعامل لأنه نقلنا الزبالة بدون ما نضغطها بس ما تضغطي الزبالة بتوصل بعدها بتوصل لي يبقى فرزة هيئة وأسرع أكيد وخصوصي يا كاترين إذا عاملي بروغرام أنت إنه كل يوم تلم الزبالة يعني اليوم نحنا عنا بيتمري كل يوم بلمه من التنين للثبت كل يوم بلمه عندي كتنين بلمه كتير الخميس أنجق بلمه بس كل يوم منلم وبتوصل الزبالة مثل ما هي عشرين بالمية بس من بيوت بيتمري عم تفرز نفيتها بالكيسين وعندي كمانين بالمية مش عم يفرز نحنا كيف وصلنا منكب شي لأنه عم نفرز كل شي ونرجع نعيد تصنيعه في معمل يعني هونك بيتمري نعم خلينا أرجع للمحارك قلت لي أنه تحدثنا عن خطورة الرماد بدي أحكي أكتر عن الهوى يلي حكيت عنه حضرتك هو يلي تبين بحسب الدراسة أنه ستين بالمية منه هالهواء الملوث والمسرطن رح يروح على برش حمود وثلاثين بالمية واربعين بالمية راح لو على الأشرفية لا 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 اليوم السبتين بالمية من الدخان رح يطلع هلا إذا مفلترينوا مظبوط واحترموا هوني كان بدأس هل فلتر هل هي يعني تحمي مية بالمية من هالتلوث؟ ما أبدا نحن كنا بكوبنهاق ورحنا على أودنس في الدنمارك هن باعترافهم وبتقري كل المراجع العلمية بعد ما اخترعنا فلتر بفلتر مية بالمية قد ما يكون غالي قد ما يكون متطور ما في مننا هاي ما في مننا يعني اليوم بالدنمارك بيسمحوا مشين قاز الديوكسين بصفر فاصلة واحد ميكرو جرام بالمتر المقعب هلأ واحد بيجي بيطلع فيها صفر واحد ميكرو جرام بالمتر المقعب قليلة بس ما تنسي انه هاي المحرق عم تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة 365 يوم شارق الى 25 سنة يعني اليوم فيه شي اسمه إفي كيميل تراكم اليوم فيه تراكم واليوم حتى محرقة بريز محرقة موناكو محرقة فيينا طالع كتير دراسات جانبية انه هالناس اللي حواليها عم بيمرضوا عم بيمرضوا حضرتكن يعني كمان عم تتواصلوا مع مسؤولين رسميين بهذا الإطار شو عم بيقولولكن شو نويين مثلا يعملوا بموضوع الرماد وين نويين يكبوا الرماد تبع المحرقة عم بيقولوا بالنصدر شو نويين يعملوا بالفلاتر عم بيقولوا بلديد بيروت يعني عم بيقولوا انه نحنا رح نجبر المتعهد انه يصدر ما بيكفي ما لازم يرسى عليه العقد المناقصة الا ما يبرز ما يبرز موافقة خطية من الجهة يلي هي سمحت له يعني ما بدأ نوقع بيشينوف تاني يعني اخذ على الاذن بشكل مسبق يعني مش انه بعدين بده يبرهن انه باتفاقية بازل له حق لبنان يصدر هالمواد المسارطين ايه على هاي دي النقطة ايه ام لا هاي دي هاي دي كتير اساسية نعم في عندهم مشكلة تاني كمان اللي هي الناس ما كتير بيعرفوا فيها بالمحارق في من جزء الفلترة اذا بديكت عملي فلترة مظبوط وتخفف كتير الغازات اللي بتطلع في شي اسمه water scrubbers water scrubbers يلي هنه احطات على المي بيقطعوا الدخنة بمحل من المعمل وبيرشوا عليها رزاز ماي بتنزل كل هالترسبات الصلبة هالماي هاي دي كمان حتى بالدنمارك ما بيقدروا يعالجوها اللي فيها كابريت شو بيعملوا فيها؟ بيضطروا يشحنوها مع الرماد المتطاير على النروح 142 يورو على الطون ونفس الشي على الرماد إذا نبيين يصدروا الرماد متل ما عم بدأ يقولوا عنها صارت الكلفة كتير يعني كمان الكلفة هائلة على خزينة الدول عم نحكي أنا يعني متوقع ما يكون كلفة معالجة الطون بالحرق بمحرق بيروت تحت المية وستين دولار بل النقل عم بيقلك نعم يعني هي بس كمحرق أكتر شغلة عم بيجربوا يعني يحكوا عننا لحتى يبرزوا أهمية المحارق أنه مش بس بتعطينا يعني أنه بتعطينا كمان طاقة وفينا نولد كهرباء شو صحة هالكلام؟ بتعطي كهرباء أكيد بتعطي كهرباء بس عم نسمع أنه زبلتنا مثل ما عم تقول ما فيها كتير كمانا مواد قابلة للحرق وما إلى ذلك بالتالي ممكن ما تولد هذه الطاقة المطلوبة كمانا والموعودة هلأ أصلا إذا ما قدروا يحطوا معها لبلاستيك وكذا ما راح تدور المحرق يعني تقنيا ما بيقدر يولعها أو بتشير يحط لها فيول لأنه كمان حتى عم بيحكوا أنه بدنا ننشف المواد العضوية كيف بتناش فيهم عم تصر في طاقة تتناش فيهم عم بتزيد الكلفة لشو بديكتناش فيهم طالما قدرت عمليهم سماد ونحن بلد بيستورد سماد عضوة من برا يعني نحن بكل خمسة سنين ستة سنين عنا في تورة شي خمسة عشر أو عشرين مليون دولار نستورد بسماد عضوة ونحن نحلو إزبالتنا المحرقة ما بتدور إذا ما كان في خليط أو مزيج من النفايات قابل للإشتعال بس يشتعل هيدا أكيد هن بيسخنوا ماي بياخدوا هاللهب الحراري بيبخروا الماي هالبخار الماي بيمشوا فيه توربين بس ما راح يعطوا أكتر من 8-9 ميجاوات طيب أنا بدي إصلا لك سؤالي عم تقول حضرتك أنه برأيك النفايات المنزلية قادرين نوصل مية بالمية أنه نستفيد منها وما نكب شي ما نحتاج حتى لمطمر طيب ماذا يفعل لبنان بالنفايات الصناعية ونفايات المستشفيات فينا نحكي بالصناعية تكي بس لأنه شوية هيدا بحسة مهمة لكتير هالنفايات هيدا نفايات الصناعية اليوم إذا ما بحف زقريتي شوية عم بيحكوا بشي اسمه اقتصاد دائري سيركولر إيكونومي شو يعني سيركولر إيكونومي؟ يعني إذا أنت عندك معمل بيعمل تنك بتعمل أنت عبوات تنك مشان تبعية للمواد الغذائية بالتصنيع عندك بيطلع بودرة تنك بيجي أنا بعمل معمل حد معملك البودرة التنك اللي هي نفاياتك اللي أنت بيك تروح تكب بيها هي مواد أولية لأقلت أنا أخذ بودرة هالتنك شو بنعمل فيها؟ وأعمل فيها شيتين مثلا شو بنعمل فيها؟ مثلا خلينا نحكي بموضوع الأنين الماي لأنه هيدا صارت تقريبا موجودة بس تصنع الأنين الماي كل بقايا البلاستيك يرجعوا يباعوا إلى المعامل يلي تسحبها خطان بكل بساطة طيب بس ما عم تقولي التنك طيب ما فيه زبالة تاني مثل التنك مثل غيره وغيره بالصناعة كله فينا نستفيد منه بطريقة لا لا بالنفيات الصناعية هذا اللي عم بقولون بالنهاية في زبالة بدأ محرقة ولا هذا ما بينحرق لا تحرق نفيات صناعية حرام يعني حتى لو عملنا محرقة ما رح يكون فيها نفيات صناعية يولدوا طاقة شو فيهم يحرقوا يعني مع أنه أنا فلسفيا ضد الحرق لأنه كوني عم تخسر يحرقوا نفيات الزراعية نفيات الزراعية يعني شو يعني كل شيء أغصان وتشعيل وعشب وخشب وكذا موجودة هيدا أندسترية معروفة بكل بلاد العالم اسمها بايوماس بايوماس بيولعوا كل البقايا زراعية بس الفكرة أنه فلنفطرد أنه رحنا إلى خيار المحرقة هل هيدا حل نهائي لكل نفيات لبنان هيدا القصدي قوصله يعني المنزلية والصناعية والمستشفيات وكله أو رح يكون جزء من الحل ورح يضل عندنا مشكلة مع نفيات أخرى نفيات المستشفيات يعني نحنك برستي هشي اليوم نحن في لبنان عنا سبع أنواع في نفيات سبع كاتيجوري سبع فئات النفيات المنزلية هي فئة منهم في عندك نفيات المسالخ وعندك نفيات الصناعية ونفيات الطبية والفرماشنية عندك المجرير وعندك نفيات إلكترونية وعندك نفيات العمارة الورش والكذا والهيدا اليوم اللي عم نطمح له نحن ينعمل خطة شاملة للبلد كله ينعمل سبع خطط لهالسبع فئات لأنه في فئات نفياتها فيها عندها فيها كتير قيمة فيها كتير قيمة مادية مثل النفيات الصناعية وعندك فئة نفياتها بتكلف مثل النفيات الطبية اليوم النفيات الطبية ما عندهم محرقة عندهم شيء اسمه أوتوكلاف يلي هي مثل بريستو كبير إذا بدي بيعالجوا الإشياء المضرة شو بيسكفيون يعني بالآخر بيشيلوا منهم البكتيريا والفيروسات وبعدين بيكبون بالفيروسات بعدين فيك تكبيون أو فيك تعمليون تخمير بس في جزء من النفيات الطبية يلي هو راديو أكتف أو نووي يعني فيهم إشياء هايدي خطرة وفي اتفاقات عالمية فينا فينا نصدرهم لهونيكي نعم يعني حتى أختهم بموضوع المحالق يعني المحرقة فوق كل مساوئة البيئية وخطرة على الصحة وعلى البيئة وما إلى ذلك ما بتعالج حتى أزمة النفيات بيها يعني سبع أنواع من النفيات اللي عم تحكي عنا أكيد لا نعم أكيد لا بد منك كلمة أخيرة هيك ملخص عن كل هلواقع الناس راجعة من حج المحرقة ونحن رايحين نحج هلها كلمة أخيرة بهيدا الموضوع على إليك أستاذ زيار أبحب أقول أنه مشكلة النفيات في لبنان هي منا مستعصية بدنا بس نغير نظرتنا شوي لإله حاج ندور بحلقة مفرغة أنه ما في حل إلا نحرق كل شي المحرقة منا هي الحل السحري ولا رح بتكون الحل السحري اليوم نفيتنا نحن قدرين كلها نرجع نثمنها وقرجين نستفيد منها ونخلق وظايف وقالله بيعرف أنه نحن يمكن بالبلد هلأ أكتر شي عايزين أنه نخلق شغل للناس نعم طب إذا ما توصلنا لحل أزمة النفيات وما مبين أنه رح يكون في حال مثل ما هي الأمور ماشية حكومة ما فيه لأوين رايح لبنان بسبالة؟ رايح أنه كل منطقة كل منطقة لحالة هي هي تدير نفياتها واللي هو الأفضل؟ يمكن إيه نعم أنا بشكر حضورك معنا اليوم المهندس البيئي زيادة بشاكر والاختصاصي في معالجة النفايات الصلبة أهلا وسلا فيك من جديد بشكرك على معلوماتك أيضا يلي فعلا نحن بحاجة لحتى نفهم حقيقة المخاطر يلي عم بتهددنا فيما لو فعلا تم الذهب إلى خيار المحارق لمعالجة النفايات بلبنان مشاهدينا لهم يكون خلصنا المحور الأول من هذه الحلقة راح ننتقل لزاملتنا ميشا جولة معا على الصحف ومن بعدها منستضيف الدكتور ناجئ دايح ومنحكي بالتفاصيل عن أيضا أزمة تلوث المياه مياه البحر في لبنان خليكن معنا شكرا كاترين وأهلا بكم من جديد جولتنا سياسية على صحف اليوم ونبدأها مع صحيفة الجمهورية ماذا قال باسيل عن بري أكد رئيس الطيار الوطني الحر الوزير والنائب جبران باسيل أن اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري دشن مرحلة جديدة في العلاقة بيننا وخربط حسابات البعض ممن كان يظن أن بإمكانه أن يستفيد من هذا الخلاف ويضيف ستكون هناك بعد الآن فرص للتعاون المشترك في مساحات واسعة على مستوى مجلس النواب والحكومة المقبلة ويمكن القول أننا كأكبر تكتل نيابي وبر كرئيس لمجلس النواب ولكتلة وازنة سنشكل معا ما يشبه الدينامو في السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتابع لا يعني ذلك أننا متفقون على كل شيء إذ لكل منا خصوصيته لكن المهم أن أي تميز أو تباين يجب أن يبقى محكوما بقاعدة تنظيم الخلاف تحت سقف الاحترام المتبادل ويلفت باسيل إلى أنه حريص على الواقع المثقي في لبنان ومدام الشيعة يؤيدون الرئيس بري فمن واجب أن أحترم تلك الإرادة وهذا ما عكسته من خلال طريقة مقاربتنا لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه ويضيف في عز الاشتباك السياسي مع بري كنت متأكدا من أننا سنلتقي مجددا وأن اللقاء بيننا حتمي عاجلا أم آجلا لأنه انطلاقا مما يمثل ونمثل لابد لنا من أن نتعاون وأن نعرف كيف نتفق حتى نحقق إنجازات للبنان ويعتبر بسيل أن هناك ما يستسهل الهروب إلى الأمام وتحميل مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة وكأن جسم لبيس بينما العقد موجودة في مكان آخر لافتا إلى أن تكرار اللقاءات بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع يؤشر بوضوح إلى مكمن العقدة المسيحية ومن صحيفة الجمهورية أنتقل إلى صحيفة الأخبار عواصم عربية تحرد الحريري ضد عون ذكرت مصادر ديبلوماسية عبر صحيفة الأخبار أن مشكلات تأليف الحكومة تنوعت بين صراع خفي على الصلاحيات وصراع على حصة القوات الوزارية مشيرة إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري صارح رئيس الجمهورية بأنه لا يمكنه السير في حكومة لا تلبي طلبات القوات اللبنانية وأن الحريري سمع جوابا مفاده أنه يجب أن يتحمل مسؤوليته وأن يبادر إلى طرح تشكيلة ويعرضها على المجلس النيابي لنيل الثقة ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عون شدد أمام الحريري على عدم إمكانية ربط حاجات ومصالح البلاد بمطلب قوة سياسية معينة وأنه لا يمكن للبلاد الانتظار وقتا طويلا كما علمت الأخبار أن شكوى رئيس الحكومة المكلف من محاولات النيل من صلاحياته في عملية تشكيل الحكومة لا قد صدن في أوساط سياسية تنتمي إلى الطائفة الصونية وهي التي قرر تجاوز ملاحظاتها على أداء الحريري وتحركت لتضامني معه تحت عنوان حماية صلاحيات وموقع رئاسة الحكومة ورفض العودة إلى ما قبل اتفاق الطائف كاشفة أنه من ثم تبين أن هذه المجموعة تلقت طلبات من السعودية والإمارات ومصر بالوقوف إلى جانب الحريري قبل أن يتوجه سفراء الدول الثلاث إلى أبلاغ الأخير مباشرة أنهم سيقفون إلى جانبه لمنع إدخال أي تعديل على اتفاق الطائف مع تشديد سعودي إماراتي على عدم السير في حكومة لا تتمثل فيها القوات اللبنانية بحسب ما تريد أو أن يجري العمل على محاصرة نائب وليد جنبلاط من خلال خروقات في التمثيل الدرزي وأعود إلى الجمهورية حيث إسرائيل تلوح بحرب ضد حزب الله في وقت أني أستعد حزب الله لإحياء عيد الانتصار في الرابع عشر من آب في مهرجان كبير يتحدث فيه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله رفعت إسرائيل من وطيرة تصعيدها ضد الحزب وتهديداتها بشن حرب عليه واللافت تعمد المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية أبراز الخطر الذي يشكله الحزب على إسرائيل بالتوازي مع الترويج لسيناريوهات حربية وكشفت السحافة الإسرائيلية خطة لتسليح الجيش الإسرائيلي هي الأكبر في تاريخه والمهمة الأساس فيها حماية الجبهة الداخلية من الهجمات الصاروخية سواء من قطاع غزة أو من الشمال وصواريخ حزب الله وتوقف المراقبون عند الذي ذكرته القناة الإسرائيلية الثانية في الساعات الماضية من أن حزب الله كشف عن سلاحه الجديد والممثل في طائرة من دون طيار والتي شاركت في الحرب الأهلية في سوريا وبحسب المعلق العسكري للقناة فأن حزب الله نظم معرضا لأحدث أسلحته من بينها صواريخ كتف ضد الطائرات من نوع SA7 و SA14 ومركبات كما تم عرض طائرات غير مأهولة واستعراض أدوات ومعدات عسكرية جديدة ساعدت الحزب في تحقيق أهدافه في المعارك الأهلية في سوريا ويأتي ما ذكرته القناة على مسافة أيام قليلة مما كشفته صحيفة هارات من أن الجيش الإسرائيلي وضع سيناريوهات عدة متوقعة في حال اندلاع معركة شاملة مع إيران ودخول حزب الله على خط النار في جنوب لبنان وتم عرض هذه السيناريوهات على المجلس الوزاري الأمني المصغر مع أبعادها على الجبهة الداخلية حيث قام ضباط من الجيش الإسرائيلي بعرض حسابات الأضرار المحتملة بالتفصيل وذلك في حال اندلاع حرب قصيرة مع حزب الله تمتد لعشرة أيام أو متوسطة تمتد لثلاثة أسابيع أو طويلة تزيد عن شهر ختام الجولة على الصحب فاصل نتابع بعدها الحدث مع كاترين وضيفها نتابع مشاهدينا هذه الحلقة من الحدث ونصل إلى المحور الثاني من هذه الحلقة وضيفنا الدكتور ناجئ دايح الخبير البيئي ومستشار جرين أريا صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك حكينا بالمحور الأول عن المحارق رح نحكي معك عن تلوث المياه في لبنان مياه البحر تحديدا ولكن أيضا سأأخذ رأيك أخذ رأيك بالمحارق بعرف أنه عندك رأي أيضا بهذا الموضوع وطبعا رأيك ضد المحارق بشكل كامل وضد حتى الاقتراح القانون الذي تم إقراره بالليجنريبي المشتركة مؤخرا ليش؟ نعم أولا لأن المحارق هي أسوأ الخيارات للتعامل مع نفيات لبنان ألا إذا كان في بعض البلدان تاريخيا اضطروا يستخدموا المحارق نظرا لطبيعة نفياتهم وغناها بالطاقة وإلى أهره نحن أمام حالة مختلفة تماما في لبنان نحن ستين بالمئة من نفياتنا عضوية وبالتالي فيها خمسين بالمئة من ماي وإذا كنا ما نتعامل مع هذه النفيات عن طريق الحرق معياتها لازم نصرف عليها طاقة نحن ما راح نطلع منها طاقة لأنه الميزان الطاقوي لحرق هذه النفيات هو ميزان خاسر نعم يعني إذا كان مش خاسر بيكون متساوي على يعني ما قولت إن إحنا راح نطلع منها طاقة هي ما قولي كاذبة ما قولي علميا كاذبة نعم إنه كمية الطاقة الموجودة بهالنفيات أنجأت كفة لنبخر الماء الموجودة فيها ولا نأمن تقنية الحرق لأنه الحرق هو عملية تطلب حرارة ما فوق 800 درجة لحتى نقدر نأمن هالحرارة 800 درجة بدنا طاقة بدنا طاقة كتير كبيرة تكون بتحتويها النفيات وإلا بنا نضطر نزيد لها فيول لنقدر نحرقها ومزيد نزيد من التلوث يعني بالهواء وبالرماد وأنا بأكد بأكد لك كل المستويات من رئيس الجمهورية لمجلس النيابة لحكومة لبنان للبلديات للقوى السياسية بأكد لهم كل أنواع المحارق اللي راح يحطوها في البلد واللي هلأ راح يفتفلت على ضوء التصريحات اللي عم نسمعها على ضوء الآنون اللي أقرره باللجان المشتركة اللي هو عمليا مليء بالشوائب والأخطاء والثغرات المعيبة ولكن الإيجابية الوحيدة للقوى السلطة في هذا المشروع هي أن أعلن الضوء الأخضر لإطلاق المحارق كل أنواع المحارق بما فيها المحارق البدائية في كل مناطق لبنان وهذه الكارثة بسيعة حرية للبلديات بهذا الإطار هل البلديات ستتجه برأيك إلى المحارق أيضا بإستثناء بلدية بيروت البلديات هي مجالس القوى السياسية القوى السياسية كلها اليوم عم بتصرح بأنه خلاصها بالمحارق هالقناعة اللي زرعوها عند سماسرة المحارق في البلد أنا ما بتهمهم بأنه هني خبراء هني مش خبراء هاو السياسيين اللي عم يحكوا يجهلون ما يقولون ولكن سماسرة المحارق أوهموهم وأقنعوهم بأنه التفكك الحراري اللي هو محارق ليه عم تهربوا من استخدام كلمة محرقة لا تقولوا تفكك حراري قولوا محرقة حتى الناس تفهم عليكم شو عم تحكوا أنتوا عم تضلوا للناس لما تقولوا تفكك حراري وأوهموكم السماسرة بأنه التفكك الحراري هو تقنية سحرية بتريحنا من كل مشاكل النفايات بدون ما تلوث بدون ما تعملنا مشاكل وهذا غير صحيح هذا كلام إجرامي لأنه كلام كاذب كلام لا يتفق مع العلم نحن عنا تشكيلي من النفايات قادرين نستعيد قيمة ما يزيد عن 35-40% من هذه النفايات وعنا 50-55-60% مواد عضوية قادرين نطلع منها كومبوست عن طريق التفكك الهوائي وقادرين نطلع منها بيو غاز كمان اللي بقدرين يعطينا طاقة نظيفة اللي هو عن طريق التفكك الهوائي لو نرايحين للحرق نعم الحرق هو اليوم عنوان لصفقة جديدة في الطاعات مع ملف النفايات تضاف إلى الصفقات اللي صرها مستمرة من سنة 1990 حتى اليوم من مطامر ومن مطامر على البحر ومكبات والآخره والمحارق جاي تكمل هذا النهج السياسي اللي يبغي من هذا التوجه حلب المال العام ودائر ظهره للبيئة وحماية البيئة ومصالح الناس الصحية نعم خلينا ندخل بموضوع مياه البحر نحن هلأ صار قاطع تقريبا شهرين من موسم الصيف والناس صار لأكتر حتى من شهرين عم تنزل على المسابح وكتر عم ينزلوا على البحر كمانا رغم أنه طلعت كتير تقارير وبعضها متضارب ومتباين وما عيدوا يصدقوا الناس حدا ولا عيدوا يعرفوا مين لازم يصدقوا برأيك ومن خلال متابعتك كلها التقارير اللي صدرته كلها الكلام اللي عم ينحكي عن تلوث مياه البحر في لبنان هل فعلا فينا نقول أنه البحر في لبنان ملوث بغض النظر عن الموقع كل بحر لبنان ملوث شوفي أنا أريد أن أعيد طرح المسألة إلى قيامها الصحيح أعيد طرح المسألة وفق المنطق السليم خليني نسأل كل أنواع النفيات كل فئات النفيات من كل المصادر يعني النفيات المنزلية نفيات الصناعية نفيات الطبية والنفيات الزراعية والنفيات المستشفيات وغيره والمياه الصرف الصحي وكل أنواع النفيات من مختلف المصادر خليهن يقولوا لنا هالدولة هايدي وهالحكومات المتعاقبة والبرلمينات المتعاقبة وين هي الخطط الوطنية لإدارة هذه النفيات خليهن يقول لنا مجلس المال وعمار لأنا راجعت تقريره اللي أصدره بتشرين 2017 حول الصرف الصحي عشرين سنة من الإنجازات إنجازات أنا بحطها بين مزدوجان طبعا هني عم يتفخروا فيها صار فيهم فوق 800 مليون دولار على قطاع الصرف الصحي وين عم يكب البحر شبكات بدون محطات ومحطات غير شغالة والشبكات اللي محتوط لها كولكتور يعني أنبوب جامع وين عم يصب؟ إما عم يصب بالبحر وإما عم يصب بالنهر وإما عم يصب في الأراضي أو في المناطق يعني مش مستكمل دائرة الإدارة السليمي بيئيا للصرف الصحي بحيث أن هذه الشبكات تروح إلى محطات للمعالجة محطات معالجة أولية وثنوية وثلاثية اليوم عم يسمون لنا محطات معالجة محطات ضخ هذا كذب عن الناس اليوم محطة الغدير اللي بيتباهوا فيها وبيحكوا كتير عننا شو هي؟ هي محطة ضخ شوية مضخات بتضخ المياه المبتدل بدون أي معالجة بدون أي معالجة بتضخ خلوين؟ إلى البحر إلى 1500 متر في البحر في أمبوب بيخضب البحر يعني بس المجرير بتكفي حتى نقول أنه بحرنا ملوث إذا ما حكينا عن غير نفايات واصل بدي أحكي عن كل شيء نعم تفضل محطة صيدة هي محطة ضخ محطة مسموها محطة معالجة اليوم عندنا محطات معالجة في الأبنان معظمها مش عم يشتغل واللي عم يشتغل بالزور عم يشتغل بعشرة وخمستاش وعشرين بالمية من فعاليته نحن قدام قدام هضر نموذجي للمال العام في قطاع الصرف الصحي اليوم خليني أسأل أنا في علي في علي بالفهم في علي بالفلسفة في علي في التخطيط اليوم نحن العقل السليم بيقول نعمل صرف صحي معالج للصرف الصحي لتحقيق هدفين أساسيين أو واحد منهم إذا ما كانوا اتنايتهم سوا إما لتخفيف التلوث على البيئة باعتبار مياه الصرف الصحي مياه المبتدلة هي مياه عالية المستويات من التلوث الجرثومي والكيميائي والعضوي وغيره ولا يزوز رمها بدون معالجة في أوساط البيئة من بحر وضهر وطربة وينابيع والآخره الهدف الأول هو تخفيف التلوث الهدف الثاني هو إعادة استعمال المياه المعالجة يعني إدارة وترشيد استخدام الموارد المائي بغير دول برجعوا بيحولوا لما يشرب طبعا في بعض الدول طبعا 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 بتصير صالحة يعني تتفق مع مواصفات مياه الشرب هلأ في العامل النفسي عائقش مهم بس روحوا لاستخدامها خليها نعالجها أوليا وثانويا على الأقل لنقدر لما نرميها بالنهر ما نحدث هذا التلويث الخطير لحاصل في نهر الليطاني اليوم نحن أمام كارثة وطنية في نهر الليطاني أمام كارثة وطنية حقيقية يجري التعامل معها بخفة وبنفس العقلية لاستثمار الملفات الساخنة لهدر الأموال وصرفها في غير موقعها يعني بالخلاصة وبالعودة للسؤال الأساسي مياه بحر لبنان ملوثة كلها خليني فكك الموضوع نعم فكك الموضوع اليوم نحن نفايات الصرف الصحي طبعنا أنا بتذكر بسنة السبعة وتسعين بإحدى المراجعات لإحدى الخرائط لوضعها مجلس المالي عمار نفسه بيقول أنه في عنا 23 مصاب للنفايات لمياه الصرف الصحي في بحر لبنان يعني في الشاطئ اللبناني من العريضة حتى النقور 23 مصاب اليوم أدي عددهم؟ كمان بمعلومات صادرة عن مجلس المال والإعمار في 2017 يمكن يكونوا زادوا هلأ لـ 2018 أدي صاروا؟ 57 مصاب يعني ضاعف عدة مرات عدد المصابات بالتأكيد ضاعفت كميات المياه المبتدلة يعني عشرات ملايين الأمتار المكعبة عم ترمى في البحر ونحن بحرنا أداء أداء كبره يعني إحنا كل شاطئنا 222 كم يعني لما كل ما زاد عدد المصابات كل ما صار كفافة الصب تلوث أكبر تلوث أعلى يعني صار أقراب لبعضهم كتير فصار مجال التشتت ومجال تخفيف التراكيز للمواد الكيميائية والعضوية والبكتيريا صار مجال أضيق يعني صار عم يفوتوا ببعض نحن منعرف أن التلوث يعني ما فينا نقول هذه البقعة من البحر مثلا غير ملوثة وفي بقعة أريبة عليها ملوثة لا يجوز هذا الكلام كلمة غير ملوثة عاب حدا يقوله عاب ومهما كان المصدر والمرجع العلمي كلمة غير ملوثة مش مقبولة لا لأنه نحن نقدر نميز بين مستوى أعلى ومستوى متوسط ومستوى يعني أدنى ولكن كلها ملوثة بمستويات مختلفة بالتالي كلها غير صالحة للسباحة لا هذا موضوع تامي غير صالحة للسباحة بصير من أن نفتش على المواصفات المياه الصالحة للسباحة وأدى هذه المواصفات للمياه اللي عم نسبح فيها تتوافق مع هذه المواصفات أدى يعني تحليل المخبر يعني فيها تكون ملوثة ونسبح فيها وما نتأثر لا مرد تكون ملوثة بنسب معينة مقبولة يعني مستوى التلوث يكون بحدود مقبولة خليني أقول بأن أحد أهم مصادر تلويس مياه الساحل اللبناني مش عم نحكي عن بحر على بعد خمسمية وألف كيلومتر عم نحكي عن الساحل اللبناني يعني اللي الناس عم تتعامل معه إن كان من خلال الاستجمال سمح لي دكتور نعم بدك تعذرني على المؤاطرة رح أرجع لك طبعا ولكن سمح لي نسمع كلمة وزير مالية علي حسن خليل بخلال اعتصام بالزهراني حول موضوع الكهرباء زهراني هل هذا الأمر مجرد مصادفي أم هو محاولة للالتفاف على الرفض لاستئجار مواخر جديدة بفرد أمر واقع في هذه المنطقة بوضع باخرة نظريا هي لثلاثة أشهر مجانا لأنه سنة بنا نتكلف عليها السنسول بنا نتكلف عليها إمكانية الرسو وبنا نتكلف عليها أيضا تغذيتها بالفيول وبالتالي الشهرين اللي ممكن نستفيد منهم بهذه المنطقة وغيرها من المناطق معناتها أنه بده يتحول إلى أمر واقع سيؤدي إلى زيادة إنتاج الكهرباء بواسطة المحطات العائم بواسطة البواخر على حساب أن نحول هذا الإنتاج إلى إنتاج لمعامل ثابتي ليس مسموحا بعد الآن أن نستمر بهذه السياسة وأمامنا شواهد في دول عديدة مثل مصر اللي أنتجت 14400 ميجاوات بظرف سنتين بكلفة 650 ألف دولار للميجاوات الواحد يعني بما يعاد الإنتاج للبنان يؤديه ويصدر لبنان كهرباء إلى الدول المجاورة إذا ما عملنا على هذا الأمر بخلال سنتين تحول الدولة من دولة عاجزة عن تأمين الكهرباء لمواطنيها إلى دولة تستطيع أن تصدر الكهرباء إلى الدول المجاورة المطلوب اليوم أن الناس تعرف نعم الحاجة إلى حل مستدام يقوم على إنشاء معامل ثابتة وبكل صراحة حتى ما يصير فيه التباس عند العالم كما صور لها بأنه إذا الباخرة رسد هذه نقطة أساسية تانية إذا الباخرة رسد في منطقة الزهراني معنى هذا الأمر أن الجنوب كان سيغزى بالكهرباء 24 على 24 هذه كذبة فنية كان المطلوب ربما أن تزيد ساعات التغذية بين ساعة ونص وساعتين فقط لمنطقة الجنوب هذا قرار أو هذا بيان مؤسسة كهرباء لبنان وهذا هو الرأي الفني لدى كل الخبراء بهذه المسألة لكن رمية هذه المسألة أنه نحن يمكن أن نغزي الكهرباء 24 ساعة لإثارة الرأي العام في الجنوب وكأن رفض الباخرة أصبح هو المشكلة بعد أن كان رفض البواخر هو المطلب الشعب العارم والصاحق والذي لا يريد هدر أموال وهون بدي أقول البواخر بس كل واحد من اللبنانيين بس فيه الصبح بيحط عن ولد من أولاده وعنه هو دولار أمريكي يعني بمعدل العائلة بتدفع خمس دولارات أمريكية فقط من أجل أنه تغزي عملية البواخر على حساب أن ننشئ معامل وأن نحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري بكل الأحوال اليوم نحن اعتصالنا مش لهذه النقطة نحن لسنا بصدد فتح مشكل سياسي موقفنا عبرنا عنه بجرأة في مجلس الوزراء وأعلننا رفضنا للتمديد للبواخر وأعلننا رفضنا لكل هذه السياسي عبرنا عنه بالتصويت كنا واضحين كنا جريئين هذه توجيهات قيادتنا دولة الرئيس نبيه بر اللي واضح مدى اهتمامه بالجنوب وقضايا الجنوب وخدمات الجنوب ومش بحاجة لهون لحتى حدا يزايد علينا بهذه المسألة ليس فقط بموضوع الكهرباء بل بكل الموضوعات الخدماتية اللي حمل مسؤوليتها خلال كل المرحلة الماضية أنا اللي بدي أقوله نحن اليوم معتصمين أمام هذا المعمل لنؤكد أن إنتاج المعمل اليوم 480 ميجاوات وبالتالي نحن نطالب بزيادة تغذية مناطق الجنوب بخمس ساعات والباقي يوزع زيادة عما يوزع حاليا والباقي يوزع على باقي المناطق اللبنانية إذا كانت الباخرة بدأ تعطينا ساعتين أو ثلاثة زيادة نحن بنقول أنه ما بدنا نستفيد من طاقة بتتحول لإلنا من برة خلينا نزيد الطاقة اللي كانت ممكن تأمنها هذه الباخرة نزيد التغذية لمناطق الجنوب ولا يحول كميات إضافية على حساب هذا المعمل يعني معمل باستطاعته أن ينتج 480 ميجاوات يمكن أن يغزي الجنوب الذي لا يحتاج إلى أكثر من 250 ميجاوات بكامل طاقته نحن حريصين على أن نكون بموضع التساوي مع اللبنانيين ما حنقول أنه نحن بدنا الكهرباء 24 في وقت تتغذى مناطق لبنانية أخرى بكميات أقل لكن لن نسمح أن الكهرباء تتحول أيضا فوق رؤوسنا من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى دون أن يأخذ الجنوب على الأقل حقه العادل في تأمين التغذية الكهربائية وهون هذا الأمر ليس تحديا لأحد بل هو مطلب محق للناس كل الناس في هذه المنطقة علينا أن نتعاطى معه بجدية وسنعمل على تصعيد التحرك بالشكل الذي يؤمن هذا المطلب المحق للناس كل الناس يبقى هناك مشكلة أساسة هي كما أشار ربما الأخ أيوب قبل قليل تتعلق بسياسة المؤسسة فيما يتعلق بالاهتمام بخطوط النقل اليوم الأزمة يا أخوان بمنطقة النبطية هي أزمة وجود خطوط نقل إلى النبطية ما بتسمح ما بتسمح لها أنه ترتفع أكثر عملية زيادة الطاقة والتغذية في تلك المنطقة هذا مطلب صار له أكثر من ثلاث سنين وضعنا له أموال بالموازنة العامة كان في حصة كان في مبلغ محدد لخط الستة وستين طبعا النبطية للأسف هذا الأمر لم يتأمن خلال الفترة الماضية نحن بموقع المطالبة والإسرار علي بهذه المرحلة حتى تتأمن الأمور كما يجب لمناطقنا شكرا لكم شكرا لكم اليوم بمجلس الوزراء الأولى لما طلع القرار بالباخرة نواة لبنانية تبرت أن هناك تصوير في محضر الجلسي وأنه وافقوا عليها فقط لن تشر ما بدي أقول أكثر نحن من النواية من الأمور التي انكشفت في مجلس الوزراء وبعد قرار مجلس الوزراء كما صيغ القرار الأول تدل على النية الحقيقية لطبيعة وجود هذه الباخرة المجانية حيث صدر القرار خلافا لما اتطفق عليه بأن هذه الباخرة ستكون مجانية لأول ثلاثة أشهر بمعنى أنها ستتحول إلى باخرة أمر واقع تبقى كما بقي الذي من قبلها خمس سنوات زائد ثلاث سنوات تمديد يعني ثمان سنوات بكلفة تعادل 1550 مليون دولار سنويا يعني نحن عم نحكي عن حوالي أكتر من عشرة مليار دولار أمريكي بس فقط كلفة البواخر خلال الفترة التي تم الاستئجارة كان عندكم علم أنهم بدأت بأول لو صار في لغة بكلمة أول ووسط نحن طالبنا بالتصحيح لكن إحالة مؤسسة كهرباء لبنان إحالة مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين الأموال لتغطية كلفة هذه الباخرة وغيرها من البواخر تؤشر إلى أنها باخرة ستبقى إلى فترة أبعد بكثير من بقاءة لشهرين أو ثلاثة فقط لمرحلة مؤقتة وأنا بدي أقول هون بدي أرجع أذكر أنه هذه الباخرة لموجودة هلأ هي نفس الباخرة بالاسم ليوضعت عند العرض الأول لاستئجار البواخر الإضافية إذن مشاهدين بعد ما تبعنا تصريح وزير المال علي حسن خليل في خلال اعتصام لحركة أمل أمام معمل الزهراني مطالبة بحل مستدام وببناء معامل لتوليد الطاقة بدل اللجوء إلى البواخر عندك شيء تعليق سريعا على هذا الموضوع تفضل الحقيقة أنا ما بشوف بأنه من الزكاة عند السلطة السياسية بكل قويها أنه تفوت المناطق ببعضها وتفوت الناس ضد بعضها بموضوع تتحمل هي وحدة مسؤولية إيصال اللبنانيين في 2018 لأنه ما يكون في عندهم كهرباء 24 على 24 كل هذه القوى السياسية اللي عم تحكي اليوم طيب ما كلكم كنتوا ومرأتوا على وزارة الكهرباء والمياه الموارد المائي والكهربائي وعو وزارة الطاقة وزرائكم اتعاقبوا على هذه الوزارة طيب ليه تركتوا البلد بدون معامل إنتاج أنا من حيث المبدأ مع إنشاء معامل إنتاج تغطي حاجة لبنان من الطاقة الكهربائية لبنان كله على بعضه بيطلع نص حي من أحياء القاهرة وأنا بتابع موضوع الكهرباء بالقاهرة وبمصر وبعرف إنه جماعة حطين استراتيجيات وخطط طويلة المدى لتغطي حاجاتهم لبعد 25 سنة نحن شو وهو دي بلد فيها 100 مليون وعنده 100 أزمة اقتصادية وعنده ضغوط ديمغرافية واقتصادية فضيعة طيب نحن شو المبرر لبعدين اللبنانيين لليوم بدون كهرباء شو المبرر على كل حال المنطق ساته هو بالموضوع النفايات كمان كلهم لازم يخجلوا لما يحكموا بهالموضوع لازم يستحوى على حالهم لأنهم كانوا في موقع القرار في السلطة وقدرين كانوا يبنوا معامل نحن بدنا معامل نحن بدنا معامل هيدا البواخر من حلول وهيدا مزاريب لهضر المال العام نعم خلينا نرجع نحن نتابع معك كنا بلشنا بتلوث البحر وقالتلي عن أبرز سرب للتلوث اللي هو مياه الصرف الصحي سباح لك توقف بس مع فاصل أعلاني من بعده رح نكمل ببقية يعني العوامل اللي بتلوث ميت البحر وبدنا نحكي كمان عن الثروة البحرية يعني هالسمك اللي عم ناكله كمان شو ممكن يكون كيف ممكن يكون متأثر بنسبة التلوث المرتفعة بمياه بحرنا وتخريب المنظومة البيئية البحرية نتيجة هذا التلوث نعم فاصل ومنتابع خليكن معنا نتابع مشاهدين على القسم الأخير من حلقتنا لليوم من برنامج الحدث مع ضيفنا دكتور ناجي ديح الخبير البيئي ومستشار جرين أريا ومنتابع بتلوث مياه البحر تفضل دكتور لحتى الوقت يعني يسمح لنا نمرق بكل شيء على كل شيء قلنا بأنه أهم مصدر لتلويس المياه البحر وسواحل لبنان هي تدفقات المياه المبتدلة غير المعالجة بكثافة تقريبا كل الصفوح الغربية لسلسلة لبنان الغربية إضافة للمدن الساحلية واللي هي مدن كبرى يعني حوالي 85% من سكان لبنان في هذه المنطقة على عمو الصفة كلها مياه المبتدلة تصب بشكل مباشر أو غير مباشر في البحر بدون معالجة هيدا أكبر عامل لتلويس البحر اللجمي هيدا أكبر عامل وأهم عامل أضف إلى أنه بحب ديف بهذا الموضوع المياه المبتدلة ليست مياه صرف الصحي متأبتة عن المنازل فقط هي خليط اليوم في عنا معامل ديري نفيات السائلة على شبكات صرف الصحي ويوم في عنا مستشفيات وقطاع طبي دير مياه مباشرة على الصرف الصحي والصرف الصحي رائع على البحر عندي هون شيء أولو كتير مهم بموضوع المستويات العالية اللي سجلها تقرير البحوث الزراعية بشأن المعادل الثقيلة في بعض المحلات أنا أصدق هذه المستويات لا لأنه عندنا نحن كل العيادات طب الأسنان اللي بتستعمل الزئبق بحشوة الأملجام لا تزال موجودة في لبنان صحيح خف استعمالها ولكن لا تزال موجودة بكثرة يعني فوق 30-40% من أطباء الأسنان في لبنان لا يزالوا يستعملوا الأملجام اللي بيحتوي بسموها رصاصة وهي رصاصة عملياً 50% منها زئبق هون شو عم يكبوا بالبحر كمان؟ طبعاً هون عم يروحوا بالصرف الصحي فإذا الصرف الصحي تابعنا هو خليط من مياه صرف الصحي متأتي من المنازل من المصانع من المستشفيات من العيادات الطبية وخصوصاً طب الأسنان وبالتالي هي مياه لا تحتوي فقط على ملوثات بكتيرية بل تحتوي أيضاً على ملوثات كيميائية وعضوية ومعادنية شو تأثيرها هيداً لوحد سبح بهالماي؟ أنا ما بنصر حداً يسبح جنب المصاب طبعاً المياه المبتدلي ولكن خليني أقول أنه التقارير حول درس مستويات التلوث في البحر هي توصيف لواقع التلوث والبحث عن تحديد مستوياته بطرق بخبارية بس أخر شير كله ملوث بس لحتى يعني الناس يفهموا أنه كله ملوث بس بنسب متفاوتي ومستويات متفاوتي طب بيننزل بهالماي الملوث شوي يعني ممكن الناس تنزل تسبح بماي ملوثة ولو بنسبة قليلة شوفي هايدي أنا برأيي مهمة مفروض تقوم فيها وزارة الصحة وزارة السياحة والبلديات أي متى ما رح تخلص الصيفية مفروض بيبطلع الفصل الصيف وعلى مدار فصل الصيف يعني بالشهر مرة لازم يسجلوا مستويات التلوث في المناطق المعدل السباحة أصدق كل شهر لازم يتم أخذ عينات وفحصة بشكل دولي مفروض كل شهر أخذ عينات وفحصة والتأكد من أنها صالحة للسباحة وفق المواصفات الوطنية اليوم عندنا مواصفات وطنية بتقول كيف لازم تكون مياه الصالحة للسباحة يعني مستوى البكتيريا فيها أداء بيكونوا ملوثة ولكن بمستويات مقبولة اليوم نحن المياه النظيفة 100% أكيد مش موجودة عندنا على طول الشاطئ اللبناني ولكن نسبة تلوث متفاوتة في بعض المحلات بيكون نسبة تلوث مقبولة بالحدود المقبولة بيسوى نسبح فيها ولكن أنا حتى قدر حدد هذه المواقع لازم يكون عم بعمل جرد جرد فحص لكل النقاط لأنه عدد النقاط اللي بتصب البحر كتير عدد المصادر التلوث كتير كبير إضافة للصرف الصحي في عند المصانع المدن الصناعية الموجودة في المدن على طول الساحل اللبناني شو عم تعمل بنفاياتها؟ محدة أو معظم المصانع عم ترمي نفياتها السائلة بدون معالجة في مياه الصرف الصحي أو بمضخات مباشرة إلى البحر خليني يعني أنا على الأقل بعرف لما كنت في وزارة البيئة تابعت هذا الموضوع عن كثب عن أرب بعرف كتير من المناطق الصناعية لنفاياتها السائلة بتروح مباشرة إلى البحر بدون معالجة وبالتالي هاي مصدر رقم اثنان نعم مصدر رقم اثنان نفايات الصلب المنزلية أزمة الأزمات في لبنان واللي الحكومات اللبنانية ما بدت عالجها بطريقة سليمة بيئيا بتروح من المكبات العشوائية للمطامر غير النظامية وهنا بحط شحتان تحت كلمة غير النظامية ولا بقول لاش واليوم رايحت لنا للمحارق اللي هي أسوأ الخيارات ولكن ضمن رؤية سياسية واضحة هي استثمار ملف النفايات وأزمة النفايات لاستنزاف المال العام وتحقيق المكاسب الفئوية للفئات النافذة في السلطة والمستفيدة من هذا القطاع نعم رابع عامل لتلويس البحر اللبناني مكبات العشوائية للنفايات والمطامر الغير النظامية نشوف كيس سبالة على الشطوط يعني كيس نفايات منزلية مكبات عشوائية مكبات العشوائية عم ينكب فيها كل شيء نحن في لبنان ما عنا نظام لإدارة ولا أي نوع من النفايات ولا أي نوع على الإطلاق لا عندنا إدارة جمع نفايات خطرة نفايات خطرة اللي بتتكون عندنا في المنازل بطاريات ولنبات توفير اللي بتحتوي على الزئباق وعبوات مواد كيميائية وسوائل تنظيف ومواد إلى آخر كلها هاي طبعا نحن والأدوية المنتهية الصلاحية هاي النفايات خطرة كمان يعني عندنا نحن تشكيلة واسعة من النفايات اللي ما فيه ولا نظام لإدارتها في لبنان وعم بتروح كلها على البحر على نعم باكفيش عامل إضافي أكثر من هوقا بزيادة هولي أصلا نفايات إلكترونية اللي بتحتوي على معادن تقيلة السامة وخطيرة على البيئة وعلى الصحة المجنية هودة شوين أدوات كهربائية وما إلى ذلك سلوليرات والبطاريات والآيباد واللابتوب يعني كلها اللاقحة هايدي من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية مين عم يعمل لنظام إدارة هاي؟ ما حدا يا عم دولتنا نايمة غايب الوعي عن إدارة النفايات في كل أنواعها وفي كل أشكالها على الأقل لما هلأ عم يشتغلوا على قانون على الأقل عملوا تصنيف للنفايات في مختلف الفئات لنحط لكل فئة خطة وطنية للإدارة نبدأ من النظام لجمعها المنفصل وصولا إلى معالجتها بطرق مختلفة بحسب الفئة بطرق مختلفة حسب طبيعتها وحسب خصائصها وحسب مغاطرها خلنا نحكي عن الثروة البحرية نعم لهذا الكلام مخيف هو واقع عم نسمعه الطارير ولكن مخيف جدا يعني يمكن ما بقى نسترجع ناكل خمس مخيف لازم هذا الكلام تسمعه السلطات السياسية اللي عم تتعاقب على حكم البلد لما أخذت ولا أي مبادرة اليوم لتوضع خطة وسياسة لإدارة أي من هذه الأنواع للنفايات وبالتالي كلها عم تروح للبحر أو عم تروح للنهر شو تأثير هذا التلوّث على ثروة البحرية؟ لدينا ملوّثات بدرجة وستويات عالي جدا ملوّثات جرثومية بكتيرية وغير بكتيرية وتفعيليات وغيره أعرف إلي عنه مواد عضوية يعني عم تعمل إتريفيكاسيون يعني عم تعمل تعفين للبيه وعم يطلع الألغ الأخضر هيدا هالنباتات البحر هيدا مؤشر على التلوّث العضوي هيدا ما ننبسط فيها كتير هيدا مؤشر بس نشوف هيدا العشب على وجه المية على صخور على وجه البحر هيدا نمو الألغ يعني التحالب ناتج عن ارتفاع مستويات التلوّث العضوي بالنترات وغيره في البحر أضف إلى التلوّث الكيميائي وهو الأخطر اليوم خليني يقول أنا في عنا مجموعة عدد من الموانئ والمرافق الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تبع المارينات والصيادين والموانئ الكبيرة بطرابلس وبيروت وصيدة وسور هيدا تلوّث بالزيوت تلوّث بالمواد المعدنية والمواد النفطية مشتقات النفطية وبالتالي هذا تلوّث كتير خطير اليوم خليني أسأل هيدا تذكرتها هلأ نحن شو عم نعمل بالزيوت المنتهة الصلاحية بالزيوت المستعملة تبع السيارات شو عم نعمل فيها؟ نحن علنا مليون سيارة وما يزيد في لبنان شو عم نعمل فيها؟ ما فيش إلى إدارة عم تنكب بطرق مش معروفة شو هي ما في أي لا بالأرض يعني أو بالأرض أو مش عارف ماين أو عم تنحرق بطريقة غير مظبوطة وغير صحيحة وغير سليمة وما بعرف نعم مش هيدا السؤال شو عم يعملوا فيها السؤال يا دولي أنت يا حكومي يا وزارات معني وين هي خطتكم لإدارة هذا النوع من النفايات الخطيرة على البيئة وبالتالي على الصحة نعم طيب دكتور ثمار البحر يعني بالنهاية اللي عم تسبح بها لنقية المجموعة نعم هلأ خليني يقول كل ما ارتفعت بتعود ممكن أكلها؟ المعادل التي تشوفي في مجموعة من المواد الكيميائية من معادل تقيلة ومواد نسميها بيرزيستان يعني مواد عندها ثبوت ثبات وعندها يعني قدرة على الاستمرار وعندها قدرة على التراكم الحيوي يعني لما تتعرض للأسماك تتراكم في العضل تاعة في الجسم تاعة في الأنسج تاعة وبالتالي نحن لما نستهلك هذه الأنسج بنكون عم نتعرض هذه المستويات العالية عم تنتقل بألنا من السموم الكيميائي والمعدني كما حصل في كثير من بلدان العالم حصل حالات تسمم راح فيها ضحايا بالمئات والألوف نتيجة التلوث بالزئبك وغير الزئبك هلأ نحن الحمد لله بعد المستويات بتلوث البعاد نتقيلة لا تزال محصورة في نقاط محددة يعني مش هلأ أسلا يمكن يكون مفعولة على المدى الطويل يمكن يطلع هلأ الناس يقولوا عم ناكل سماك وما عم ننضار ولا عم يصر نشي وأنه ما يمكن عملية تراكمية يعني وأنه اليوم المكبات العشوائية اللي عم تصير على الشاطئ والمطامر غير النظامية هي أيضا وعمليات الردم البحر عم تقدي إلى تخريب الشاطئ وعم تخريب مواقل تربية الأسماك الأسماك إلى دورة حياة نحن عم نجي نخرب لبيوتها عم نخرب لنظام حياتها وتكاثرها وبالتالي نحن عم ندمر الثروة السماكية في شاطئنا وعم ندمر التنوع البيولوجي في بحرنا وعم نلوث هذا الوسط والمنظومة البحرية اللي بتعيش فيها وتتكاثر فيها الأسماك والثمار البحر الأخرى وعم نعرضها لنوعان من المشاكل إما عم نلوث للوسط تاعة نهربها فعم تروح وندمر للمواقل تاعة وعم تهجر عم تروح لغير محلات وإما عم تراكم الملوثات بأنسجتها وبالتالي إحنا لما عم نتصيادها ونحطها على الماء دي تبعنا عم نتعرض لهذه السبوب نعم كلمة أخيرة دكتور يعني باختصار خلاصة هذا الحوار كترة التوصيف مش هي بتحل المشكل المشكل كلنا متفقين بأنه موجود هلأ اختلاف بنسب كبير ببسط متوسط تلوث عالي ولكن كلنا متفقين على أنه فيه هناك تلوث كبير ومتنوع في مياه البحر معالجة تلوث مياه البحر ومياه الأنهار والبيئة في لبنان تتطلب وضع سياسات على مستوى الحكومي ومستوى الدولي وخطط مدروسة واستراتيجية عقلانية تهدف إلى معالجة هذه المشاكل والتخفيف من المستوى التلوث ولا تهدف فقط لنهب المال العام كما هو اليوم سائر سائر في لبنان الخبير البيئي ومستشار جرين أيريا دكتور نيج أديح أنا بشكر حضرك معنا اليوم بها الحلقة جديد نقول لك أهلا وسهلا فيك بشكر متابعتكم أيضا مشاهدين هذه الحلقة وإلى اللقاء في القناة اشتركوا في القناة